في منشورات في بريطانيا نشرتها جماعة متطرفة ومعادية للمهاجرين في قلب بريطانيا اللي بتقول عنوان للديمقراطية بتقول هذه المنشورات ان يوم 3 ابريل القادم 3 اربعة اللي جاي هو يوم للهجوم على اي مسلم او عربي في شوارع لندن او زي معنا جايفين اهد المنشور وعدد المتطرفين عدد جوائز لمن يسب اي مسلم او من ينزي حجاب مسلمة او القاء مواد ضرة في وجه اي مسلم او ضربه او تعزيبي بالكهرباء او ضربه بسكين ودهسي بسيارة كما تضمن الاعلان عن جوائز لمن ينزي في مسجدا بقنبلة او ينفذ هجوما في مكة المكرمة وهي اكبر جائزة ده امتى يوم 3 ابريل انا بقول هذا الكلام فين في لندن انا بقول نطالب حكومة جلالة الملكة بان تحقق وتشرح وترد على هذا الاتهام كيف تقبل حكومة جلالة الملكة ملكة بريطانيا العظمى ان يحدث هذا في واحة الديمقراطية البريطانية ويريد السفير البريطاني يطلع يرد يقول ايه اللي بيحصل عنده في بريطانيا ترجمة نانسي قنقر